كيفية اختيار العناصر الجغرافية اعتمادا على حالات محددة في هذا المثال سنقوم بتحديد طريق معين وبعد ذلك نقوم بالبحث والتعرف على أقرب محلات بيع الدونات والتي تبعد ألف متر عن الطريق الذي تم تحديده ننقر على الأمر Selection Select by Attributes نختار اللاير Street ومن قائمة Fields Double Click على Street Name Equal نختار الطريق لقد تم تحديد الطريق الآن مرة أخرى ننقر على الأمر Selection Select by Location من القائمة الأولى نختار اللاير Donut Are Within a Distance of نختار اللاير Street ونختار الوحدة Meters ونختار المسافة الآن الآن لقد تم تحديد محلات بيع الدونات والتي تبعد ألف متر عن الطريق الذي تم تحديده ولقد تم تحديد محلات بيع الدونات